موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأب القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليكم إخوتي أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته وصلنا إلى موقف آخر ومرحلة أخرى ومنزل آخر ومنزل آخر من منازل يوم القيامة وهو الحساب من بعد الميزان الإنسان يؤتى به إلى الحساب الأكبر مدة الحساب تختلف طبعا البعض يطول حسابهم والبعض لا متوسط والبعض لا قليل مدة حسابهم تكون قليلة على مختلف أعماله وعلى مختلف طبقاته من العقول طبعا الإنسان يحاسب على قدر عقله يعني الإنسان العالم يحاسب حساب غير الإنسان الجاهل والغني يحاسب غير الفقير والمولى يحاسب غير العبد هذه قاعدة مولانا الله سبحانه وتعالى عادل ويحاسب كل إنسان بقدر عقله وما أعطاه ولهذا نحن عندنا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو الآية الكريمة تقول ولا تفرحوا بما آتاكم الآية الكريمة تقول ولا تفرحوا بما آتاكم الإنسان إذا الله أعطاه شيئا لا يفرح بذلك الشيء ليش؟ لماذا إذا الله أعطاك أموال لا تفرح إذا أعطاك أولاد لا تفرح إذا أعطاك زوجة صالحة أو جميلة أو مطيع مولانا لا تفرح إذا الله أعطاك جاه مقام لا تفرح إذا الله أعطاك العلم لا تفرح ليش لأن الله سبحانه وتعالى لما يعطيك شيئا يطلب ذلك الشيء ويحاسبك على ذلك الشيء يعني أكو مسؤولية سير زائدة عليك مولانا يعني الآن لما واحد يعطيه الله سبحانه وتعالى يعطيه أموال هل حساب الغني وحساب الفقير واحد اللي عنده فلوس والما عنده فلوس عند الله واحد طبعا مو واحد مولانا اللي عنده صحة أو سلامة واحد عنده سلامة عنده صحة هل حساب هذا أبو السلامة أبو الصحة أبو العافية مع هذا المريض واحد طبعا لا الله سبحانه وتعالى لما يعطيني صحة لما يعطيني عافية هذا الله يحاسبني عليه ورحمة الله عنهم الله لما يعطيك أولاد يحاسبك على أولادك أديت حق الأولاد أم لا أديت حق المال أم لا إذا أعطاك جاه مسؤولية بعدها الله الله هاي فوق الفوق بعد إذا أعطاك جاه مسؤولية يحاسبك عليها قفوهم إنهم مسؤولون إذن الله سبحانه وتعالى لما يعطيك كل شيء كل شيء يعطيك الله جل وعلا يحاسبك على ذلك الشيء فلابد للإنسان بدل أن يفرح لا بد أن يحذر لا بد أن يحتاط زين الله هيك بلاش مجان ما يعطي الله سبحانه وتعالى يحاسبك على كل شيء على كل صغيرة وعلى كل كبيرة رضا مرانا العزيز الآن مرحنا خلال البحث نمر على ذلك فالإنسان يحذر وينذر نفسه الآية الكريمة تقول بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون الحساب قريب الحساب الأكبر الذي لا يعذب عن علم الله شيئا ولا يفر ولا يخفى عن علم الله شيئا في آية أخرى في سورة الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا إذن الحساب يحاسب الإنسان على كل شيء رواه جميلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل جميلة عجبتني مولانا يقول رسول الله شيئان يكرههما ابن آدم وهما خير له اثنين أشياء ابن آدم ما يحبين تقريبا إذا مولانا إحنا لا نبالغ لمن نقول 100% 99% 99% يكره يكره هاي الشيئين مولانا شنو مولانا الأول رسول الله يقول شيئان يكرههما ابن آدم يكرهه قلة المال ويكرهه الموت كل إنسان يحب يسير عنده أموار كثيرة كل إنسان ما يحب الموت يحب يعيش يحب الحياة يحب الدنيا ذاك من ذاك اللي يشوفه مولانا ها لو يوجد لو لا ما موجود أصلا قلة المال والموت يكره قلة المال ويكره الموت شيء يقول النبي يقول وقلة المال أقل للحساب الإنسان كل ما أمواله أقل حساب أهم شنو مولانا أقل وقلة المال أقل للحساب بعد والموت راحة له من الفتنة الفتنة يعني الدنيا واضح مولانا فإذن قلة المال قلة للحساب أسرأ للحساب الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس على قدر ما أعطاهم وعلى قدر عقولهم الجاهل والعالم مولانا نفس الحساب لا الشيخ المرحوم شيخ جعفر التستري رحمة الله تعالى عليه صاحب كتاب الخصائص الحسينية يقول في ليلة من الليلة رأيت في عالم الرؤية كأن القيامة قامت ونصبت الموازين يقولوا أنا جئت أنا جئت مولانا العزيز شفت أب أبواب رأيت أبواب والأبواب مزدحمة باب من الأبواب ازدحان فيه شديد جدا أو باب كل من يجي يدخل مننا جوه يدخل مستقيم جوه مولانا داخل لا حساب لا كتاب لا كده وأكو باب كلش الزحام فأنا قلت ليش أمشي من هذا الباب الزحام خلا أمشي من هذا الباب المفتوح باب ما بي أحد ما بي زحمة الزحام ماكو يقول فرحت إلى باب المفتوح يقول لما وصلت أردت أن أدخل وإذا بيد اعترضتني إيه طلعت وين قلت له أدخل إلى الجنة قل له وما هو عملك قل له أنا الشيخ جحفر التستري أنا عالم دين قل له حسابك من ذلك الباب المزدحم أكو باب ازدحام تروح من ذاك الباب قل له وهذا الباب لمن قل له هذا باب خدمة الحسين هذا باب خدمة الحسين هذا باب لا يدخله إلا خدام الحسين قل له ذاك الباب قل له ذاك الباب باب الإمام جحفر ابن محمد الصادق عليه السلام لا يدخله إلا طلاب مدرسة الإمام الصادق عليه السلام قالوا لماذا هذا هكذا الناس يدخلوا بسرعة قالوا خدمة الحسين حسابهم أي سر حسابهم أخف لكن طالب العلم حسابه أعسر أشد الله يحاسب على كل شيء زين سؤال أسوأ علي سر شيخنا الله سبحانه وتعالى بماذا يسألني كيف يحاسبني على ماذا يحاسبني أول شيء طبق الروايات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تزولوا قدم عبد لا تزولوا قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع الرجلة متتحرك حتى يسأل عن أربع هذا في الحساب يسأل عن أربع شنو مولانا يقول رسول الله عن عمره فيما أفناه هذا العمر وين ضيعه؟ العمر أمانه وين ضيعه؟ أفي مرضات الله؟ أفي ما يرضي الله جل وعلا أو في ما لا يرضي الله جل وعلا واحد في عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه الشباب الشباب مرحلة من مراحل العمر لكن لأهمية مرحلة الشباب رسول الله أكد عليها من شب على شيء شاب عليه قال وشبابه فيما أفناه هاي ثنين ثلاثة وعن ماله من أين كسبه؟ وفيما أنفقه؟ هذا المال اللي الله جابه الله أعطاه هذا المال من أين جابه؟ جابه من الحلال أو جابه من الحرام جابه من كد اليمين وعرق الجبين لو جابه لا والله من الحرام مصدر حرام هاي ثلاثة وين أنفقه؟ إلى أين؟ أنفقه فيما يرضي الله أو أنفقه فيما لا يرضي الله جل وعلا ثلاثة الرابع يقول رسول الله وعن حبنا أهل البيت وعن حبنا أهل البيت الله يقول لا أسألكم عليها أجرا إلا المودة في القربة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم النعيم حب أهل البيت ولاية أهل البيت صلى الله عليه وسلم وعليه مجمعين هذه أربع مسائل الله سبحانه وتعالى يسأل بها الإنسان ويسأل عنها الإنسان يوم الحساب هذا مما يحاسب عليه الثاني مولانا الصلاة أول يقول الإمام الباقر عليه السلام الشيخ الطوشي رحمه الله عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول أول ما يحاسب به العبد الصلاة أول ما يحاسب به العبد الصلاة إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها إذا الصلاة قبلت تسألونك عن بقية الأشياء إذا لا والله لم تقبل هذه الصلاة زي مولانا بعد لا خير في الجميع لا خير في جميع الأعمال الصلاة ولا عمل عمل بدون صلاة هواء في شبك التشبك وترسل هواء ما ينترس أعمال ما بها صلاة لا دين لمن لا صلاة له لا خير في دين لا صلاة فيه لا تقبل الأعمال إلا بالصلاة وضع مولانا لا خير في جميع الأشياء دون الصلاة هذا الشيء بالشيء يذكر شوية طلعك من التعب مولانا عندنا سيد ابن رسول الله رجال كبير ماتت زوجته لما ماتت زوجته مولانا رادي يزوج هو يسولف لي قال لي شيخنا ما ظلت باب ما طقيته ما حصل الزوجة المناسبة لي إلى أن وصفوا لي زوجة في قرية يقول فرحت لما رحت دخلت في إيران طبعا يقول لما دخلت هناك في القرية قال إيه والله عندنا ابنية أخواش ابنية صفاتها مرتبة جميلة عفيفة أمأدبة سكوت ما تتكلم مطيعة تعرف تطبخ تعرف كذا تعرف تكنس الحمد لله كل الصفات الزينة بيها مثل ما واحد يصلي واحد يصوم واحد يزكي واحد يخمس واحد يساعد الفقراء يخدم الإمام الحسين جميلة هذه تكنس تطبخ مطيعة أو سكوت هدوء ما تحشي بس بها عيب واحد سيدنا قال له شنو عيبها قال هذا مني تروح تترس ماي منشط لما تروح تترس ماي منشط تترس ماي منشط بالمشخلة أسا ما تقولوا لأنتم المشخلة شا تقولوا لها هذا العناء اللي بيه ثقوب بيمزوق ثقوب مولانا تترس ماي بمشخلة طبعا ما ينترس الماء إذا هو العناء أمزق مولانا مثقوب من كل مكان من تترس ماي مولانا يخلل ماي طلعت مخبلة مجنونة طلعت زين السيد قال للآخر بهذه الصفات كلها إذا والله جميلة وعفيفة وتطبخ وتكنس مولانا وهدوء وسكوت ومطيعة إذا مخبلها شلي بيها بعد إذا هذا يصوم ويطي زكاة وخمص ويرطم على إمام الحسين ويعمل ما يعمل كل الأعمال لكن مولانا صلاة ما يصلي شنو الفائدة من الأعمال هذه الأعمال لا تقبل إلا بالصلاة لا تقبل إلا إلا بالصلاة زين فأول ما يحاسب به العابد شنو مولانا الصلاة هذه الروايتين الرواية الأولى يسأل عن أربع عن عمره وعن شبابه وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه وعن حبناه للبيت والرابعة مولانا عن الصلاة أول ما يحاسب به العابد الصلاة الرابعة الخامس مولانا بعد من الأمور التي يحاسب عليه الإنسان الدين خلي سمعون أهل الدين الذي يستطيع أن يؤدي دين الناس ولم يؤدي يقدر يدفع أو يقدر يسعي أسأك واحد ما عنده يدفع ما عنده يمطي الدين لكن إذا سعى يحصل إذا سعى واشتغل وإهتم وشد راس موران يقدر يدفع الدين هذا مثل ما كرمك هذا اللي يعطيك دين يكرمك لما يعطيني يكرمني يحترمني يقدرني عند الثقة بي يشيل أموال اللي يمطلح من كد اليمين وعرق الجبين يمطنيها مولانا أنا وأنا أخالف الدين أسأ إما أن أعطي له وإما أن ما أعطي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات وفي ذمته درهمان دين يعني أو حقوق الناس من مات وفي ذمته درهمان حبسه الله في تنور من نار جهنم الإنسان يعطي دين يعني قاعد يقدر مثل ما أعطاني وقدرني أنا أرجع له وأقدره واذا عمولانا؟ مو الله بهذا الزمان يعطي الدين باليديين ويركض وراهن بالرجلين زين؟ الله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان على ذلك هذا الرجل ما نطلح من حرام ما نطلح المولانا من براحة عمل هذا حقه وحق أطفاله وعياله شاءنا وأعطاهن إلي أنا ما أقدر ما أرجحهن هذا يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة الدين يقول الإمام الصادق أو الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم أن أحد الصادقين عليهم السلام الشيخ الصادقين قل الرواية يقول يؤتى يوم القيامة أو يؤتى يوم القيامة بصاحب الدين يجبون صاحب الدين يؤتى يوم القيامة بصاحب الدين يشكل وحشه الأمر موحش عليه صاحب الدين فإن كانت له حسنات أقذ منه لصاحب الدين إذا عندي أنا حسنات يشيلون حسناتي شوية دمعتين عندي على الحسين لطمت على الحسين طلع أصليخ لركعتين مولانا إذا عندي حسنات يأخذون من حسناتي وينطوها لصاحب الدين هناك الحسنة الوحدة تفيدك مولانا مو يأخذون مئات وآلاف الحسنات يأخذون من حسناتي وينطون صاحب الدين قال الإمام الصادق فإن كانت له حسنات أخذ منها لصاحب الدين وإن لم تكن له حسنات إذا ما عنده حسنات ألقى عليه من سيئات صاحب الدين واحد منطيني دين أنا ما انطيته أنا متيت وصاحب الدين مات يوم القيامة نوقف الله ياخذ من حسناتي أنا المديون وينطين إلى صاحب الدين إذا ما عندي حسنات كلها مكسرات ظلام بظلام مولانا زين طين بطين ياخذون من سيئات صاحب الدين قوي عندهم كسرات هو ياخذون من سيئات صاحب الدين ويضاف على سيئاتي على قولة نتشملون الغرقان غطة بعد زين هو غرقان ويغطون أكثر الدين يسأل عليه يحاسب يوم القيامة هذا مورد مورد بعد مولانهم طبعا أهل الشرك لا حساب لهم المشرك هذا من قبر إلى قعر جهنم حساب ما علي ثلاثة الله لا يحاسبهم لا حساب لهم من قبر إلى قعر جهنم يا أغم مولانا المشرك المشرك الله ما يحاسب ويحاسب عليه من هو ما عنده أي دين يقول الإمام السجاد عليه السلام اعلموا عباد الله أن أهل الشرك لا تنصب لهم الموازين ولا تنشر لهم الدواوين وإنما يحشرون إلى جهنم زمرة وإنما نصب الموازين ونشر الدواوين لأهل الإسلام ثلاثة لا يحاسبهم الله لا حساب لهم من قبر إلى قعر جهنم المشرك بعد عاق الوالدين من قبر إلى قعر جهنم الثالث هذا البلاء الطامة الكبرى البلاء الأعظم هذا مولانا الثالث من قابل الإحسان بالإساءة الذي يقابل الإحسان بالإساءة هذا اللي أنت تسوي له زين وتكرمه وتحسن له مولانا وبالمقابل يضربك بالسيئة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هذا من صفات المؤمن مولانا العزيز زين هذول اللي لا تنصب لهم موازين طبعا الحساب كما قلنا على قدر عقل الإنسان وعلى قدر دراية معرفة الإنسان كل يحاسب على قدر درايته وعلمه وعقله وفهمه ودركه يقول الإمام الرضا عليه السلام إنما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتهم من العقول في الدنيا العقول مختلفة ولهذا الإنسان يحاسبه الله على قدر عقله رجل اسمه توبة رجل اسمه توبة عمره ستين سنة هذا كسر حسابه مولانا كسر حسابه حاسبه نفسه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا حاسب نفسه ستين سنة كم يوم يصير يصير 21600 يوم 21600 يوم قال عجيب لو أني أذنب أعص الله في كل يوم مرة كل يوم شذبه وحده كل يوم شذبه وحده وعده مولانا يعني أولاق الله 21600 ذنب ومعصية فأغمي عليه ومات من الهول والخوف هذا اللي عمره 60 سنة في كل يوم سيئة وحده يصير 21600 شا شلون هذا اللي عنده اثنين اثنين قد يصير المولانا يصير خير من الله يومية تشذبتين بس شلون ذاك اللي عنده ثلاثة غيبة ونميمة وتشذب مثلا هذا اللي عنده أربعة سرقة وكذا أربعة وهذا اللي عنده خمسة أضربهم وأكون ناصر الحمد لله من يصير اللي يريد يحسب حسابه يكسر حسابه كم معصية مولانا ضاع الحساب من عنده ما يدع كم ذنب وكم معصية لا تعد ولا تحصى بكم ذنب يلاق الله جل وعلا وكيف يحاسبه الله حسابه سيكون عسيرا إن شاء الله ترقبونا في الحلقة الآتية وبموقف آخر وهي صحيفة الأعمال أو تطائر الكتب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلي يا ربي على محمد وآله الطاهرين موسيقى 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 موسيقى